بسم الله وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله صباحكم كل خير وهنى وسعادة وسرور يوم سعيد وصباح جديد ويرب اجعله على عملنا شهيد يبقى شاهد لنا إن شاء الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصدقة برهان ربنا ادلك مال وأغناك من فضله وفي ناس فقراء في ناس بتقول لك ساعدنا في واحد بيجي يخبط على ببيتك يقول لك أعطيني مما أعطاك الله ده ربنا اللي بعت ليك اسمعي الآية الكريمة دي ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثى لكم دايما بندعي ربنا ونقول اللهم استعملنا ولا تستبدلنا ممكن العمارة اللي انت ساكن فيها فيها خمسين شقة ويجي واحد مسكين يخبط على شقتك انت ربنا اللي بعت ليك حوائج الناس إليكم من منن الله عليكم أعطيه مما أعطاك الله وسوف يغنيك الله لإن ربنا حسم القضية في القرآن قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ربنا يجعلنا ممن ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية اللهم أمين يا صباح الخير عليكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته